تشعر روسيا بخوف كبير من تمدد الهجوم الأوكراني المضاد واستمرار تراجع قواتها ما دفعها للإسراع في تنظيم ما تسمى باستفتاءات تقرير المصير لضم الأراضي التي احتلتها إليها إلى جانب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للروس في سن القتال ما يمهد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا وخاصة بعد تهديد بوتين باستخدام جميع وسائل روسيا الدفاعية لحماية نفسها بحسب تعبير الجيش الروسي يجد نفسه اليوم بعد انقضاء ما يزيد على مئتي يوم على التدخل العسكري بأوكرانيا بعدما ظل يوحي للعالم بحجم قوة خارقة لديه عززتها حروبه في جورجيا وشبه جزيرة القرم وسوريا يجدها أمام واقع مختلف بعد التراجع الدراماتيكي الذي سجلته القوات الروسية من جراء ضربات الهجوم الأوكراني المضاد المدعوم بالسلاح والتدريب الأمريكي والأوروبي ومع تسارع التطورات على الأرض وتحقيق الأوكرانيين مكاسب مهمة يطبق الصمت الروسي الرسمي على أنفاس المقاتلين الموالين لروسيا في منطقتين لوغانس ودونست في شرق أوكرانيا بانتظار الخطة التي ستعتمدها وزارة الدفاع الروسية لاحتواء الهجوم المضاد الأوكراني يأتي ذلك فيما تنتعش الأمال الغربية بإمكانية الانتصار وتمنح دفعا لكييف للمطالبة بالمزيد من الدعم فيما تثبت لتحالف الدول الذي يساندها أنها جديرة بإدارة حرب الوكالة بالنيابة عنه مع الروس ويضع التراجع الروسي أيضا الغربة في موقع الاستنفار إذ قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إنه من غير الواضح بعد كيف ستتصرف القوات الروسية على الأرض بعد التراجع الأخير داعيا إلى الحذر وسط خشية من إمكانية لجوء الروس إلى استخدام السلاح النووي التكتيكي أو أسلحة كيميائية شكرا